اشتركوا في القناة واشادت الوزيرة بدور المتطوعين خلال الاسبوعين الماضيين في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من اللقاح المحتمل والمدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا واكدت سعدتها بان البحرين فخورة بابنائها الذين بادروا بالتطوع من اجل الانسانية ضاربين بذلك اروع الامثلة في العطاء وكانوا جزءا من الجهود العالمية في معركة القضاء على جائحة كورونا وذلك بمشاركتهم في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية المعنية باختبار اللقاح المعطل سريريا لضمان فعاليته مبينة بان المتطوعين بالتجارب السريرية في المرحلة الثالثة يتوجب عليهم استكمال الجرعات من اللقاح وتلقي الجرعة الثانية بعد ثلاثة اسابيع من الجرعة الاولى وستتم متابعتهم من قبل الفريق الطبي لمدة 12 شهرا واشارت الصالح الى تطلعها بان تتكلل جهود القائمين على هذه التجارب السريرية بالنجاح والوصول لنتائج مرضية لاجل الانسانية حسب ما هو مرجو منها اشتركوا في القناة